في لعيب لازم أقف عنده كتير أهو أحمد سيد زيزو عامل موسم استثنائي موسم في وسط يعني لما كنا دايما نتحدث عن أنه اللاعبين في مصر شبه بعض أو قريبين من بعض الفروقات مش كبيرة بس زيزو لأ كان فارق يعني زيزو بكواليتي لعب أوروبي يعني أو لعب أنت جايبه من بره مش مش لعب مصري ليه زيزو وسل المرحبة دي زيزو طبعا لعيب كبير من بدري بس مع فريرة لأ في ضبل المستوى كمان اقتناعه هو الشخصي بشخصية المدير الفني ومواقف حصلت داخل الملعب حس أن الراجل ده راجل كبير وراجل محترم وعايزه ونصيحه داخل الملعب ليه زيزو عقليته اختلفت كتير يعني هو طبعا هو في أوروبا من فترة بيشتغل على نفسه مركز جدا عنده والده كان لعيب كرة برضو فوق دماغه ودي نقطة مهمة يقول له لا بيغلطه على طول حتى لو هو صح والده فدي نقطة مخليها هو مركز في الملعب طول الوقت مدير فني مقتنع به مرتاح في النادي يعني تجديد عقده وتعمل يعني متقدر بأعلى قيمة موجود فما فيش مشكلة في الجزئية دي وهو عايز يبقى حاجة يعني طول ما بيوصل لمنطقة عايز يوصل للاعلى منها يعني السنة اللي فاته ما كانش عجون كويس السنة دي هدا في الدور ده ما جاش من فراغ جي من شغل هو الولد الولد عقليته وهو قلبه وشغل الفني بتاعه مع فريرة وشغل الفني مع فريرة اداله حرية أكتر صحيح الواجبات اللي كان بياخدها مع مدربين عشان كده أنا اختلفت فيه أوقات لما كان المسلوسيو وحازم إمام مصابيه فقاله هيلعب زيزو بكراي وطوله مستحيل إنه مستحيل بقى يلعب في الحتة دي أو حتى لو هيلعب بتلاتة أو زيزو خامس طرف لأ لإنه هو اكتشفه في المنطقة دي على المرمى هداف يعني اللي هو رجعه وراه هتبقى فيه مشكلة بالنسبة لنحن نزى مالك في قدام فهو حطه وثبته وداله حرية أكتر إنه هو بقى يلعب نص ملعب ناحية اليمين ناحية شمال ممكن يبقى فري ممكن على فكرة يلعب عشرة يبقى مميز جدا هو عنده الكفاءة والقدرة إنه هو يتحرك تكتكيا في أكتر بمكان طيب